عام مر والمواطن هاني العروسي يتجول في منزله المهدم منتظرا لجان الإعمار أن تبدأ المشاريع التي وعدت بها الحكومة والسلطة المحلية انتظرنا موضوع الإعمار طويلة يعني وصبنا باليأس والإحباط يعني الكلام السابق لم يلامس أذن المسؤولين ولم يصل إلى قلوبهم وإلى النظر بمعاناة الناس أعلنت قيادة محافظة عدن عن قرار البدء بمشاريع إعادة الإعمار 2 مليون دولار كمبلغ متوفر للجنة المكلفة اللجنة المشكلة من إدارة المحافظة ومكتب وزارة الأشغال والصندوق الاجتماعي للتنمية قرر تخصيص المبلغ المرصود لمديرية التواهي كمنطلق لمشروع الإعمار نظرا لكونها المديرية الأقل تضررا والأنسب للمبلغ المحدود معنا مبلغ 2 مليون دولار ونوزعه على ثمان مديريات ويتشتت العمل ولا يكون هناك إنقاذ واضح لكن عندما نطرح المبلغ هذا في موقع محدد وفي عدد منازل محددة سوف يرى العمل وسوف يرى أنه بدأ الإعمار وسوف تأتي المنح طبعا الحكومة وعدتنا بمبالغ أخرى بخمسة مليون دولار من الصندوق الكويتي بثلاثة مليون دولار من جهات مانحة أخرى وبحسب السلطة المحلية فإن المرحلة الأولى من مشروع إعادة الإعمار ستستهدف المباني المهدمة كليا وبتكلفة تسعة وثلاثين مليون دولار فيما تبلغ التكلفة الكلية لبناء وترميم أحد عشر ألف منزل وستعلن لاحقا مناقصات التنفيذ لتتنافس عليها الشركات التجارية أدم الحسامي قناة بلقيس عدن موسيقى